السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة من أروع المعجزات في القرآن الكريم هي التي وجدناها في سورة الكهف وعرضناها قبل سنوات والحقيقة كانت سببا في عودة الكثير من الملحدين إلى طريق الحق والهدى والقرآن ولكن وردتنا الكثير من الأسئلة أن عدد الكلمات وهو 309 كلمات أنه غير صحيح أو أن طريقة العد تختلف من شخص لآخر اليوم سنقوم بعد الكلمات كلمة كلمة استجابة لرسائل بعض الأحبة لنتأكد أن عدد كلمات القصة من لبث إلى لبث هو بالضبط 309 كلمات سأبدأ معكم أيها الأحبة لنتأمل النص القرآني كلكم تعلمون أن سورة الكهف تبدأ بقوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا كلمة لبث هنا هي أول كلمة تتحدث عن اللبث لبث يعني الزمن الذي لبثه أصحاب الكهف فلذلك بدأنا العذب من هذه الكلمة لبثوا القصة طبعا تنتهي أيضا بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثلاثمائة تسعة قول الله أعلم بما لبثوا آخر كلمة في القصة تدل على مدة لبث أصحاب الكهف هي هذه الكلمة إذن القرآن أعطانا البداية والنهاية قال انتبه هنا في بداية القصة لبثوا وفي نهايتها لبثوا والكلمة التي قبل لبثوا الأولى هي كلمة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا تدل على الإحصاء كأنه يقول لك ابدأ الإحصاء من هنا أي العد وتوقف هنا هذا ما طبقناه في سورة الكهف ووجدنا بالضبط عدد الكلمات من لبثوا الأولى هذه إلى لبثوا الأخيرة بالضبط ثلاثمائة وتسع كلمات سنتأكد اليوم أيها الأحبة ونقرأ النص القرآن كلمة ليطمئن القلب لأن بعض الأحبة حقيقة يشككون بهذه النتيجة سألجأ هنا إلى النص القرآن لبثوا واحد أمد إثنان نحن ثلاثة نقص أربعة عليك خمسة نبأهم ستة بالحق سبعة إنهم ثمانية فتية تسعة آمنوا عشرة بربهم أحد عشر واثنى عشر زدناهم ثلاثة عشر هدى أربعة عشر وخمسة عشر هنا قد يشكل على بعض الأحبة موضوع الواو نحن في إحدى طرق عد الكلمات وهي كثيرة في القرآن أننا نعد واو العطف كلمة مستقلة لأنها تكتب مستقلة عما قبلها وما بعدها الواو لا تتصل واو العطف لا تتصل لا بالكلمة التي قبلها ولا بالكلمة التي بعدها لذلك نعدها كلمة مستقلة وربما هذا سبب الارتياب الذي حصل مع بعض الأحبة نتابع أيها الأحبة وخمسة عشر ربطنا ستة عشر على سبعة عشر قلوبهم ثمانية عشر إذ تسعة عشر قاموا عشرين طيب أنا سأتابع القراءة وانتبه معي أنت إلى الرقم رقم الكلمة لكي تتأكد أننا أخذنا كل الكلمات لم نغفل أي كلمة ولم نخالف الكلمة التي القاعدة التي وضعناها أن الواو دائما تعد كلمة وكل كلمة مستقلة عما قبلها وما بعدها تعد كلمة إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذن شططا خمسة وثلاثين كلمة هنا أيها الأحبة شططا خمسة وثلاثين هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله مئة إذن عند ذلك من آيات الله هنا اكتمل العدد أصبح مئة من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مئة للتعش وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مئة واحدة أربعين هنا أيها الأحبة وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا مئة اثنين وثمانين إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 230 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا 294 هنا أيها الأحبة الآن دقيق معي ولبثوا الواو 295 لبثوا 296 في 297 كهفهم 298 ثلاثة 299 100 300 انظر معي أخي الحبيب يعني دقيق معي هنا كلمة 300 كان عدد الكلمات 300 بالضبط أنا الآن قرأتها كلمة كلمة من أجل الأحبة الذين يشككون بهذه النتيجة من عند لبثوا الأولى إلى كلمة 300 عدد الكلمات 300 كلمة والنص يتحدث هنا عن 300 سنة انظر إلى التطابق الدقيق سبحان الله سنين 301 و 302 ازدادوا 303 تسعا 304 قل 305 الله 306 أعلم 307 بما 308 لبثوا 309 إذن أنا هنا أمام كتاب مبرمج لو أن يد التحريف تدخلت وغيرت كلمة واحدة في هذا النص لاختلى هذا النظام لو أن أحدا أضاف حرف واو يعني هنا بعض الأحبة يتساءل لماذا نعد الواو كلمة أنا وجدت نتيجة رائعة كأن الله يريد أن يقول لك حتى حرف الواو لا يستطيع أحد أن يحرفه لذلك القرآن اعتبره كلمة يعني مثلا قل الله أعلم بما لبث لو أحد فكر أن يضيف واو وقل الله أعلم بما لبث بلاغيا صحيحا لن ينتبه أحد ولكن البناء العدد سيختل حرف الواو انظر معي أخي الحبيب يعني كأن الله يريد أن يقول لك إن الدقة في هذا الكتاب حتى على مستوى الحرف فأي يعني أنا قرأت الآن النص هل لاحظ أحدكم وجود ركاكة لغوية هل لاحظ وجود تكرار غير مفيد هل لاحظ كلام حشو هل لاحظ مثلا كلمات لا لزوم لها أم أن النص قوي جدا ومباشر ويصف لنا قصة أصحاب الكهف وكيف جعلهم الله آية وكيف 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 كلها نحن أمام بناء لغوي رائع متقن هذا البناء اللغوي من ورائه بناء رقم رائع أيضا أن الله عز وجل حدثنا عن العدد 309 وضبط كلمات القصة لتكون 309 كلمات سبحان الله ولكي يقول لك أبعد الشيطان عن دماغك وأبعد أي احتمال للمصادفة فوضع لك كلمة هنا 300 رقمها 300 توافق كامل بين المعنى اللغوي والمعنى الرقمي أنا لا أستطيع أيها الأحبة أمام هذه المعجزة إلا أن أقول الحمد لله الذي جعلنا في هذا العصر نرى مثل هذه الآيات ماذا سنفعل لو كان القرآن محرف كيف سنزداد إيمانا وبخاصة في هذا العصر الصعب كيف سنتمسك بهذا الدين لو كان القرآن فيه تحريف لذلك والله أيها الأحبة مثل هذه الآيات وآية يعني معجزة معنى آية يعني معجزة مثل هذه المعجزات تجعلنا أو تدعونا أن نحمد الله عز وجل أنه حفظ كلامه وجعله مليئا بالمعجزات لتطمئن به القلوب ولنزداد إيمانا بهذا الخالق العظيم ولنطمئن في هذا العصر كما قال تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون فهذا الإله العظيم الذي أحصى كل شيء عددا هو يحصي عليك أعمالك وذنوبك وكل فكرة تخطر ببالك هو يحصيها عز وجل لذلك وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون فلنحذر عذاب الله ولنهيئ أنفسنا للقاء الله عز وجل ولنحمل من الدنيا أكبر كمية من العلم نأخذها معنا هذا العلم هو الذي سينفعك في قبرك سينفعك يوم لقاء الله سينفعك يوم الحساب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ورحمة الله تعالى وبركاته